هذا التطبيق حرفياً بصنع لك الفيديو بنفسه مو بس هيك تقدر تستفيد من هاي الفيديوهات تلي صنعتها لتحولها لمحتوى بدون ما تتعب وبضغط زر حابب تتعرف هذا التطبيق تابع معي الحلقة أصدقائي بهاي القناة دوماً منجب لكم التطبيقات المفيدة ومنعلمكم كيف تستفيدوا منها بشكل مجاني عم نجرب عشرات التطبيقات لحتى نقدر نوصل للتطبيق اللي ممكن يفيدكم واليوم بدنا نحكي عن هذا التطبيق يلي بيساعدكم حرفياً على صناعة الفيديو بشكل أوتوماتيكي ودوم يكون عندكم مشاكل بحقوق النشر ومرحبا يساعدواتكم أنا محمود الجبلي مورا الكاميرا زوجتنا مطحان ما صناع أفلام عم نحاول فيتكن بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام عالم الصوت الصورة وأسرار صناعة المحتوى بالحلقات اللي عم تجدهم من سلسل سينماتيك وعتم إنتاجها من قبل فريق وميرا إذا عم تعجبكم هاي حلقات لا تنسوا تشتركوا في هاي القناة فعلوا زر الجرس وتحطوا كل الإشعارات لحتى تصلكم المعلومات أول بأول لا تنسوا تتركوا لايك وتعليق لنعرف إنه عم تصلكم الفائدة واليوم إذا نحكي عن التطبيق رح يفيدكم جداً بصناعة الفيديو خلونا ننتقل لمجر التطبيقات لنتعرف على التطبيق أكتر وكيفية استخدامه هذا هو تطبيقنا يا أصدقائي لايت كات طبعاً رابط التحميل تركتلكم ياه في الوصف فيكم توصلوا للتطبيق بشكل مباشر خلونا نعمل أوبن ونتعرف على واجهة التطبيق بشكل كامل أول ومتفتح التطبيق رح يفتح معك بهذا الشكل عنا الأقسام كتير سهلة لطالعة قدامنا منشوف على الزاوية في عنا هون الأعدادات وعنا هون الدرافت يعني الأشياء اللي عملتها بشكل سابق ولسه ما كملتها وعندك هون الملفات الموجودة على جهازك بينما هون بطالع لك إعلانات تمبليتات قوالب لحتى تستخدمها وعندك هون الأدوات الجميلة بالإنشاء بقسم الإنشاء اللي عم نشوفه بهذا الطرف يلي هو وانتاب ايدت هو بكل بساطة بضغطة واحدة بيعملك منتاج كامل للفيديوهات والصور وبيكون جاهز للنشر انت تعبان ما عندك وقت أو انت مسافر ولازم تعمل منتاج لفيديوهات بشكل سريع بتحدده الملفات اللي بدك ياها والصور فيديوهات بتقط الزر بتلاقيه صار جاهز طبعا في عندك خيار تاني يلي هو الكاميرا الملهمة بكل بساطة بيعملك كيف تصور فيديو من الفيديوهات اللي موجودة هون بيعملك تماما كيف تأخذ اللقطات كيف تصورها وكيف تعمل المونتاج فيها بكل سهولة يعني انت ما عليك إلا تشوف الفيديو وتطبق تماما وبعدها هو بيعمل عملية المونتاج بشكل كامل والخيار الثالث اللي عنا ياه يلي هو مشروع جديد انت تعمل المونتاج بإيدك إذا ما بدك تعتمد على هذا التطبيق في عنا الخيار التاني اللي هو التمبليت ويني موجود فيه قوالب جميلة فيك بس انت تستبدل الصور لهذا القالب تستبدل الفيديوهات وبيكون جاهز الفيديو عندك فيك تشوف كل فيديو مدتهم مختلفة عن التاني فيك تختار اللي بدك ياه وتشتغل عليك وهلا بدنا نعمل أشياء عملية للخيارات الموجودة عنا بهذا التطبيق لكن قبل ما نكمل ونشوف الخيارات بدي إلك معلومة مهمة جدا إذا حابب تصنع محتوى وما نك عارفان كيف وشلون بدك تبلش عندك أفكار براسك أو عندك مهنة أو أنت طبيب أو مهندس أو شو مكان في براسك ما عبتقدر تطالع هاي الأفكار من رأسك لحتى تشوف النور بدك الناس كلها تعرف معلوماتك ومهاراتك والأشياء الموجودة عندك من خلال صناعة المحتوى يا صديقي قميرة أكاديمي بتقدم لك أقوى وأفضل التدريبات عربياً بصناعة المحتوى مع شهادات معتمدة فيك تبدأ محتواك على أي منصة بدك ياها اليوتيوب والسوشال ميديا التيك توك أي منصة أنت بتحلم تلمع عليها رح نساعدك من الألف للياء لحتى محتواك يشوف النور وتصل إلى الاحتراف نبدأ معك من اختيار المحتوى وتجهيزه وكيف تحول أفكارك لمحتوى أو مهنتك لمحتوى أو مهاراتك لمحتوى كيف تجهز هذا المحتوى وتنتقل للمرحلة اللي بعدها الأمور التقنية تجهيز الستيديو الخاص فيك أو البيئة الخارجية تصوير الفلوب تصوير حيال يومية تصوير الفيديوهات التعليمية بعدها مننتقل معك للمونتاج وكل ما يتعلق فيه بكل أنواع المحتوى بعدها مننتقل للخوارزميات والنشر وهذا الشيء موجود بتدريب متقدم صناعة المحتوى من الفكرة للنشر أيضا إذا كان توجهك للتيك توك فمنقدم لك أقوى دورة شاملة بالتيك توك من إعداد المحتوى للتصوير والمونتاج وصولا إلى الخوارزميات والنشر على التيك توك وإذا بدك تكون صانع محتوى شامل فعملنا لك أفضل عرض خاص لألك بسعر مخفض تقدر تاخد حزمة كبيرة من تدريبات صناعة المحتوى أكتر من 100 درس نمشي معك خطوة بخطوة لحتى توصل لهدفك هذا الشيء وين بتلاقيه؟ بتلاقيه بكوميرا أكاديمي وترك تلك الروابط للانضمام وطريقة الانضمام بالوصف والتعليق المثبت فيك تختار منصة وتتجه فيها أو تختار كل منصات وتبدأ والذكر أنه المستقبل لصناعة المحتوى والأمي حاليا يلي ما بيعرف يستخدم منصات السوشال ميديا في خدمة هدفه وشو مكان تجاري أو بناء علامته التجارية الخاصة ويلا نكمل خلونا نبدأ هلأ نتعرف على الخيار يلي هو المونتاج بضغطة واحدة نضغط على هون ومنحدد الصور والفيديوهات اللي بدنا يمنتجلنا ياها بسرعة اخترت له 6 ملفات بين صور وبين فيديوهات وبلش يعمل عملية تحليل للمواد يلي أدخلتها يفترض يعطيني منتاج مباشر بعد ما ينتهي من عملية التحليل ومتبع منشوف انتقلنا مباشرة للعملية التالية قلونا نعمل بلاي انا بضغطة واحدة عملت كل هاي العملية عم نشوف كل هاي العملية المونتاج هو يعمل لي اياها متل ما عم نشوف حتى عمل حركات بالصور طيب انا هذا المونتاج ما عجبني بدي شي تاني بقدر من تحت اختار قوالب تانية موجودة بحيث بيرجع بحط لي الموسيقى وبرجع بقطع لي اياه استنادا للقالب يلي انا اخترته من الاسفل فيك تختار هيك مثلا منشوف شايفين غير لي المونتاج بشكل كامل الصوت الحركات اللي عم نشوفها حتى دخلي زوم للفيديو لحتى يعمل حركات حلوة ايضا فيني اختار قوالب متعددة موجودة بهذا المكان فيني انا ايضا عيد مونتاج اللقطات اذا بدي عيد لقطات مونتاج معينة من خلال ادت او اعمل كروب يعني غير اياس الصورة او احذف شي ابدله او غير الميوزك اذا عم نشوفي هذا الخيار فيني غير الميوزك في حال ما عجبتني او ايضا نضيف نصوص فينا نعمل ادتكست نشوف فينا نكتب الشي يلي بدنا ياه من داخل هذا التطبيق ونختار افكت معين للنص يلي عم نشوفه متل ما عم نشوف جدا في خيارات رائعة وفينا نضيف فلتر لنغير بالالوان الموجودة عنا في التطبيق واذا بدنا نصدر الفيديو نضغط على اكسبورت بعد ما نحدد الحجم يلي بدنا ياه من خيارات الجميلة يلي موجودة يلي هو الكاميرا الملهمة اذا ضغطنا عليها نشوف بيفتح لي اشياء فيديوهات جاهزة مثلا هون عبقول اسم هذا المشروع سمر تايم او وقت الصيف عم نشوف فيديوه 13 لقطة اذا ضغطنا عليه بطلع لي قائمة اللقطات كل لقطة كيف تم تصويرها فانا بقدر نفذ هاي العملية وبيصير جاهز حتى منشوف انه هاي اللقطة مثلا اذا بتفتحها هيك طالعلك ياه وبقلك نوعيتها انه هاي قياسك ميديوم كلوزر ومنشوف اسم الحركة حتى والتكنيك يلي تم استخدامه يعني بالتالي انت اذا حابب تتعلم التصوير فيك تتعلم اكثر واذا بتعمل شوت طالعلك الكاميرا وبتشوف امامك وبتبلش تنفذ نفس هاي اللقطة مجرد ما ضغط التسجيل بشغلك اللقطة وبتبلش انت بتعمل شيء مشابه لهاي اللقطة بعد ما تعمل ستوب تلاقي نقلك مباشرة لللقطة يلي بعدها واللقطة يلي صورتها نزلت محل اللقطة يلي موجودة بهذا المشروع لحتى تخلص وتقول له انشاء وبيكون جاهز عندك بهالطريقة بتعمل فيديوهات احترافية جدا وبتتعلم كيف تصورت هاي الفيديوهات وفي عندك خيارات متعددة ملهمة اليك لتتعلم التصوير وتعمل المونتاج بشكل اوتوماتيكي وحتى التصوير فيك تعتبره بشكل اوتوماتيكي لانه عبي علمك خطوة بخطوة ايضا جرجعت برجوع لورا تشوف خيار مشروع جديد يعني من خلاله انت فيك تعمل مونتاج يدوي بشكل كامل والخيار موجود عنها يلي هو التمبليت يلي هو بطالع لك قوالب كاملة فيك تختار اي قالب بالدكية على سبيل المثال هذا القالب بتشغله بتشوف حاطلك نصوص حاطلك فيديوهات فيك انت بضغطة زر يوز تمبليت تبدل الفيديوهات وتبدل الصور ويحاطلك مكانهم صورك وفيديوهاتك خلوني اعمل يوز تمبليت وحط بعض الصور والفيديوهات لنشوف النتيجة كيف ممكن يعطينيها طبعا هو حدد لي انه لازم اختار 12 مقطع او 12 صورة فانا حددتهم بشكل كامل وبلش يعمل عملية تحليل وهلأ بدي حطهم على القالب يفترض منشوف صار جاهز تبدلي الصور استبدلي الفيديوهات حتى النصوص فيني انا اتحكم فيها بشكل كامل مثل ما امنشوف وصار كل شيء جاهز عندي بكل احترافي وفيني ايضا اعمل اي تغييرات مثل ما حكينا بالالوان او بالإدت او بالتكست وهيك انا عملت فيديو احترافي وكامل وبضغطة زر وخليت هذا التطبيق يصنعني الفيديوهات بشكل كامل وطبعا تركت لكم بالوصف في رابط تحميل هذا التطبيق واذا حاببت تصنع محتوى وما انك عارفان كيف وشو بدك تبلش فتركت ايضا في الوصف والتعليق المثبت اقوى حزم التدريبات بصناعة المحتوى من الفكرة الى النشر ومن الفكرة الى الشهرة لحتى تبدأ محتوى شو مكان توجهك انا محمود الجبني مورا الكاميرا زوجتي راما طحان نحصل لنا افلام عن نحاول فيتكون في معلومات قصيرة والسريعة في عالم صناعة الافلام على مصوت الصورة واسرار صناعة المحتوى حب نحييكم ونقولكم سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة